سجلت محطة فوسنك الروسية وسط القرى القطبية الجنوبية درجة حرارة قياسية جديدة بلغت 34.2 درجة مئوية تحت الصفر يوم الثلاثاء السادس من أغسطس الجاري كأعلى درجة حرارة منذ أواخر يوليو 1983 والذي سجل 89.2 درجة مئوية تحت الصفر أقل درجة حرارة في تاريخ متابعة درجات الحرارة في أبرد منطقة على الأرض حسب ما أكد المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي